السلام عليكم اشخباركم نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي مرحبا بكم كالعادة في قناتي وقناتكم كاريمة كاتيا للمواضيع المختلفة القادية ديالنا ديال اليوم غادي تسفر بين المصر بالضبط محافظة طنطة ولكن قبل ما ندخلوا تفاصيل القادية بيتنعطيكم واحد نبدأ على الاكتئاب خاصة الحاد هو حالة نفسية كتب دفع الشخص كيف قدر الرغبة دياله في الحياة ببعنى عدم القدرة على العمال والشعور الدائم بالحزن والتعب هاد الاكتئاب المزمن كيخلي الانسان اللي مريض به انساحب من التجمعات والاختلاط مع الناس المهم بزاف ديال الحويج ولكن الخطر في هادشي هو ان هاد المكتئب كيولي يفكر في الانتحار ويقدر انهي حياته بكل سهولة والاخطر من هادشي ان المحيط دياله محاسنش به وما قدروش يشوفوه او يكتشفو المرض دياله او يعرفوه بانه رغم مريض وهكدا كيبقى هو كيعاني وعايش في دوامة يقدر يخرج منها سالم بالعلاج او نهاية مأساوية اللي كنا عارفين شنو هي ودابا اجي وندخل في تفاصيل قضية ديالنا فاجيعة عاشها اهالي طنطب مصر لقي الصومة فيها وانه واحد طبيب سيدلاني اخدا قرار باش نيحيات مراته وبنته بجوج وهادشي بسبب المعاناة دياله مع المصاريف وزيادة الاسعار اللي قهرت الناس في شتة الدول العربية بحل مغرب مثلا ولكن اللي اخطر من المعيشة اللي غلات هو انه قرر انهي حياته احتهو هالطبيب شاف ان الحل الانسب هو يقتل مراته وبناته بالليل وهو مناسين ما تخيلوش معايش نودار مشاح البوطة او قنينة القاز اللي متواجدة في المطبخ من بعد ما خلها محلولة فهم ما شموا كمية كبيرة من القاز وتخنقوا ووقع اليوم هوبوط حاد في الدورة الدموية وهد شي كان سبب انهم يفارقوا الحياة مع الاسف الشديد وفيش رب الاسرة تأكد باللي راهم ماتوا خلاهم جوتة هامدة وخرج وهنا كيدير حاجة اخرى اكتر وابجع ملكارة اللولة وانهو كان كيحاول يتخلص من نفسه ولكن شي حد شافو قدرو يعتقوه ودوه الشرطة باش يحققوا معا فهو ما كان منه الا انه اعتارف لهم بالفاجعة المؤلمة في ازهاق ارواح الاسرة دياله باستعمال غاز البوتان هو التعتق لان العناية الالهية وقفت معاه او ربما كيف تنعرفه جميع ان الروح عزيزة عند الله فولده الكبير هو اللي عطقه من بعد ما شافه حين في وقت ارتكاب الجاري مشنعاء او كان في الجامعة اما كن اعتق حتى الام دياله وخوتاته للاشارة فقط فهو طالب في كلية الهندسة الضحية الام هي دكتورة صيدلانية الاسم ديالها مونة السروجي العمر 47 سنة عندهم جوج بنات وحدة 17 سنة والتانية 7 سنين الناس ديال طانطا خرجوا مع النعش ديال الضحايا في موقف جنائز رهيب وسط حزن شديد فمن بعد ما انتهى الطيب الشرعي من العمل دياله في تشريح جتامين الضحايا وداروا تقرير بدافع او سبب الوفاة اعطوا تصريح بالدفن والعائلة ديال مونة السروجي والابن ديالها صلى وصلت الجنازة في مجدد عوارة ودفنوهم بمقابل اسراء في عوارة بطنطا ايوا سيادنا كانت هذه القصة ديالنا ديال اليوم كانت مننا منكم كاملين ترحموا على مونة السروجي وعلى ابنياتها وكانت من نوم القضاء انه ينصفها وياخد لها حقها نتمنى نشوف الدعوات ديالكم لها في التعاليق وشكرا لكم على حسن الاستماع الناس اجداد مرحبا بكم تابنوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد يالقناة كريمة كاتيا للمواضيع المختلفة السلام عليكم اطلقوا فيزيو جديد ان شاء الله تحياتي لكم كاملين السلامة